مرحبا جميعا واهلا بكم في فيديو جديد في فيديو النهاردة ان شاء الله شارككم مجموعة من الافكار والحيال اللي هتسهل عليكم ترتيب الغرفة بتاعتكم والادوات بتاعتكم المختلفة اكتبوا لي تحت في الكممنت من واحد لعشرة الغرفة بتاعتكم مرتبة قد ايه وقبل ما نبدأ في فيديو النهاردة لو انكم مهتمين بالاعمال اليدوية اعادة التدوير والنصايح اتأكدوا منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجراز عشان يوصل لكم كل جديد ويلا بينا دلوقتي نبدأ في فيديو النهاردة بما اني مدمنة اعمال يدوية وبحب دايما اني يكون عندي ادوات مختلفة علشان استخدمها في الاعمال اليدوية واشارككم هنا كمان افكار على القناة واكيد منظر زي ده مش هيساعد الواحد على انه يبدع خالص فاللي انا بعمله في الادوات الفنية بتاعتي عشان تكون منظمة كلها في مكان واحد باستخدم العلب البلاستيك اللي زي دي الحلو في العلب دي اني في منها احجام مختلفة كتير قوي تقدروا انكم تختاروا الحجم المناسب بالنسبة للادوات بتاعتكم والحلو كمان في فكرة العلب دي ان هي ممكن تتحط في اي جنب في الغرفة بتاعتكم او حتى انكم تفضلها رف موجودة عندكم في الدلاب فتقدروا حرفيا انكم تخزنوا الادوات بتاعتكم او اي حاجة تانية انتم حابين تخزنوها في العلب دي بكل سهولة لما باجي انظم الادوات بتاعتي في العلب اللي زي دي بحب اني احطهم على حسب الفئات يعني مثلا الالوان كلها في مكان واحد الخيوط كلها في مكان واحد الاقمشة في مكان واحد وهكذا ودايما مشي مع العلب دي بمبدأ مش لازم العلبة من جوه تكون منظمة اوي يعني المهم ان هي تكون شاي لكل الحاجات بتاعتي في مكان واحد لانه اكيد مفيش حد هيحب خالص ان هو يشوف الادوات بتاعته مرمية في كل مكان بالمنظر ده بقى لي فترة بعمل الموضوع ده في الادوات بتاعتي وحرفيا وفر علي مساحة كبيرة جدا في الاول كنت حطى كل العلب فوق بعض جنب المكتب بتاعي او قريب من المكتب بتاعي بعدين حسيت اني عايزة افضي شوية مكان في الارض ففضت لهم مكان في الدلاب رف كامل ليه ومحطوطين كلهم لو احتجت اي حاجة بصحبهم لتحت وابدأ ان انا استخدمهم بسهولة بحب جدا اشتغل على السرير انا عارفة ان في ناس مش هتتفق معايا في النقطة دي وانه لأ هتنامي ومش هعارف ايه كده لا يعني انا بعرف اسيطر على نفس الحمد لله فبحب دايما اني اشتغل على السرير فالطولة اللي جنب السرير على طول كده مأساوية وكلها اسلاك وفلاشات وحاجات غريبة فقررت اني انظمهم كلهم في بوكس واحد اولا بالنسبة للعناصر الصغيرة اللي هي مثلا زي الفلاشات الوصلات الصغيرة وكده جبت لها علبة الصغيرة ديات بتفتح وبتقفل واخترت علبة بتقفل علشان الحاجة مثلا ما تقعش منها او تضيع وبدأت اني احط فيها الفلاشات والوصلات الصغيرة كلها بعدها شلت الحاجات الصغيرة اللي موجودة على التربيزة واخترت الحاجات اللي انا فعلا فعلا محتاج ان هي تكون جنبي واخترت بوكس يكون بحجم الحاجات ديات اول حاجة حطيت فيها العلبة الصغيرة اللي حطينا فيها الفلاشات وبعد كده حطيت التاب بتاعي لانه على طول بستخدمه وحطيت كمان الشاحن وكمان حطيت السماعة بتاعتي يعتبر ديت اكتر حاجات اللي انا بكون محتاجاها وانا قاعدة علشان السلك بتاع السماعة ما يتلفش بطريقة غريبة عجيبة حوالين السلك بتاع الشاحن حطيت ما بينهم العلبة الصغيرة اللي حطيت فيها الفلاشات بقى اتعاملة زي فصل صغير كده ما بينهم غير ان كل حاجة دلوقتي بالنسبة لي بقت سهلة الوصول وكلها في مكان واحد كمان بقى عندي مساحة زيادة فيه التربيزة ممكن مساحة احط كوباية الشاي اذا استلمية التليفون اي حاجة تانية حابة اني احطها بحب جدا جدا احط المدليات في الشنط بتاعتي خصوصا شنط الضحر ولكن لما باجي اختار مدليا قبل ما انزل كلهم بيكونوا على بعض وبعد اخذوا الطويل عبارة من بختار واذا كنت مستعجلة خلاص بصرف نظر ومش باستخدمهم رغم ان انا بحب المدليات جدا فالفكرة ديت بحب اعملها جدا جدا في المدليات بتاعتي شايفين رعوا اللي قاتل صغيرة اللي زي دي بتتباع في اغلب المحلات اللي هي بتبيع ادوات المطبخ وكده اخترت المكان اللي انا احبه اني الزقها فيه ولزقتها جوه الباب بتاع الدولاب بحيث ان هي تكون مش بين جوه الدولاب وفي نفس الوقت مرتبة ليا المدليات بتاعتي كلها ودأت اني اعلق المدليات المختلفة بتاعتي سواء المدليات بتاعة الشنط او المدليات بتاعة التليفون دلوقتي بقى الوضع اسهل بكتير جدا وانا نازل لا قدر ان انا اسحب المدالية اللي انا عيداها بكل سهولة واستخدمها وبالكلام عن التنظيم في الباب بتاع الدولاب الباب بتاع الدولاب حرفيا مساحة مثالية انكم تعلقوا عليها اي حاجة صغيرة حابين انكم تعلقوها خلوني اديكم مثال مثلا المنظم ده خاص به الاكسسورات والحاجات الصغيرة علقتوا على الدولاب بتاعي او باب الدولاب من جوه وبدأت اني ارتب الاكسسورات بتاعتي بدل ما تكون الاكسسورات كلها في بقس واحد ومحطوطين كلهم فوق بعض وما تشوفوش الحاجات اللي عندكم منظم زي ده هيساهل عليكم جدا جدا انكم تنظموا الاكسسورات بتاعتكم وتكون كلها واضحة قدامكم مين فينا مش بيعمل كل يوم معركة مع الشرابات بتاعته ويقعد يشوف فين الفردة بتاعت كل شراب وسط الشرابات الكتير اللي عنده ويا السلام بقى لو مستعجلين ومش لقين شرابات تلبسوا واحدة فردة وفردة خلوني اقولكم على اكتر حيلة جربتها بخصوص الشرابات وجد عجبتني جدا كان عند البوكس ده وكان جاي فيه شرابات ولكن يعني استخدموا برضه عشان انظم فيه شرابات ممكن تستخدموا اي بوكس شبه ده اللي حامله هو ان الاطراف بتاعت البوكس اللي بتكون من فوق كلها دخلتها لجوه بالشكل ده بحيس ان البوكس يكون كله مفتوح زي ما هو واضح قدامكم في الفيديو طريقة لف الشرابات سهلة جدا وبسيطة اللي هنعمله هو ان احنا هنحط الفردتين بتوع الشراب فوق بعض وبعد كده هنبدأ نلفهم بحب اني ألفها من الجزء المقفول من الشراب للجزء المفتوح في الشراب ممكن انكم تعملوا العكت زي ما انتم حابين وبعد ما خلصت لف الشراب ببدأ اني أرسه في العلبة وهكذا بقرر نفس الخطوة في كل كمية الشرابات اللي عندي الحلو في الفكرة دي ان الشرابات كلها بتكون مرصوصة جنبه بعض فبتكونوا شايفين كل الشرابات بتاعتكم وتقدروا انكم تسحبوا الشراب اللي انتم عايزينه بكل سهولة والحلو كمان في الطريقة دي ان هو الشرابات بتاعتكم مش هتاخد مكان كبير في التخزين زي الطريقة العادية ان احنا بنلف الشرابات جوا بعض لا الطريقة دي هتوفر معاكم مساحة كبيرة جدا عندكم حاجات كتير جدا مش عايزين تستغنوا عنها وفي نفس الوقت مش محتاجنها او مش هتستخدموها مرة تانية ممكن تكون مثلا حاجات لي علاقة بذكريات ليكم زي مثلا رسائل او هدايا او حتى اعمال يدوية عملتوها بنفسكم مش حابين لكم تحتفظوا بيها بس حابين انكم تحتفظوا بيها الحيلة دي هي انكم تبدأوا تصوروا الحاجات دي وتحتفظوا بيه الصور بتاعتها عندكم على التليفون لو حاجة انتم مش محتاجين لها اعملوا فيها الحركة دي صوروها واحتفظوا بس بالصور وتخلصوا بقى منها كلها علشان يكون عندكم مساحة اكبر تحطوا فيها حاجات انتم فعلا محتاجينها الوراء من الحاجات اللي حرفيا بتتكركب بسرعة جدا ولو مش متنظمة بشكل صح مش هتقدروا انكم توصلوا للورق اللي انتم محتاجينه بسهولة احسن حل بالنسبة لي الورق هو انكم تستخدموا الملفات المتعددة الاقسام شايفين الملف اللي قدامكم في الفيديو ده كنا عملناه قبل كده مع بعض في عمل يدوي هنا في القناة صنعناه باستخدام الكرتون والورق حيطلع لكم دلوقتي على الشاشة لو مهتمين انكم تصنعوه ولكن لو ملكمش خلقة على الاعمال اليدوية وكل الكلام ده ممكن انكم تشتروا الملفات متعددة الاقسام ديات من اي مكتبة كبيرة هتلاقوها موجودة ومتوفرة بتكون بلاستيك كده وكلها متقسمة كذا قسم نفس الصورة اللي قدامكم على الشاشة ابدأوا رتبوا الورق بقى بتاعكم جوه الملفات ديات حرفيا الورق هيكون منظم بشكل كبير ولو احتكتب اي ورق في اي وقت هتقدروا انكم تلاقوه بكل سهولة ومش هتاخدوا وقت في انكم تدوروا عليه وطبعا لانه ملف متقسم ممكن انكم تحطوا في كل قسم حاجة ليها علاقة ببعض او حاجات ليها علاقة ببعض من اكتر الحاجات اللي ممكن تحسسكم من ان الدولاب بتاعكم متكركب هو ان كل حاجة متعلقة على شماعة شكلها غير التاني فالافضل دايما ان الهدوم بتاعتكم اللي بتحبوا انكم تعلقوها تختاروا ليها شماعات كلها بنفس الشكل حرفيا هتغير شكل الدولاب بتاعكم جدا ده كان فيديو النهاردة اتمنى بجد انكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من فيديو النهاردة لو طبقتم اي فكرة من افكار التنظيم اللي شاركتها معاكم في فيديو النهاردة نزلوا تطبيقاتكم على حسابتكم في انستجرام او تويتر واستخدموا اشتاك تطبيق الاعمال نريدت علشان اقدر اشوف التطبيقات بتاعتكم وادفعال فيها والحد ما اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله كنوا بخير وإلى اللقاء